مرحباً جميعاً، هذا مرحب نادل معكم جميعاً من نوروغي في المتابعة سياريزة، سأعطيكم رسيبات مرحباً لكي يمكنكم استخدامه في ايضاً بكتابعة البسبوسة أو الهريسة وضع جوز الهند كوب ونصف 150 جرام لازم تتابعوا الفيديو للآخر، أنا بعمل فيديوهات كثير كثير قصيرة، يعني الفيديو تقريباً ثلاث دقائق الفيديو إن شاء تستفيدوا وتعمل الوصفة الصح لأن كل ثانية فيها تكة في الوصفة حمصنا الجزهند حتى يصبح لونه زهبي نوضع زبدة، 2 معلق الطعام أو 50 جرام زبدة وليس منغرين، المنغرين هي زيوت مهدرجة وهي ضارة للصحة لما نقول زبدة يعني زبدة، وليس بديل الزبدة، هي كلمة واضحة زبدة كريمة طازجة، 1 كوب، تقريباً 200 جرام ممكن نوضع بديل السكر ستيفيا، أو أي نوع متوفر عندكم في السوق، أو أي نوع بديل حسب الرغبة نترك المزيج يغلي تقريباً لمدة خمس دقائق على نار منخفضة أو متوسطة خمس دقائق لازم يغلي نوضع الجوز الهند اللي احنا حمصنا وبنحرك، بنحرك تقريباً لمدة دقيقتين حتى يسحب الرطوبة دقيقتين، بنقلب وهيك، بنسكبه في وعاء إذا موجود ورق زبدة، ممكن نوضعه برق زبدة، غير موجود ورق زبدة، ما في مشكلة نتركه حتى يبرد تماماً، ونوضعه في التلاجة أقلش أربع ساعات، يعني كل ما طول في التلاجة، كل مكان متماسك أكتر نحن ممكن نعمل إلو صلصة، هذا تقريباً يعني بعد نص ساعة ولكن إذا أنت تبقية متماسك أكتر، توضعه بالتلاجة مدة أطول، كل مكان أطول كل مكان متماسك أكتر من هيك ولكن أنا عشان تصوير بنقطعه تزيين حسب الزوق تزيين فستوك حلبة، مكسرات، جوز الهند، حسب الزوق هو التزيين وهذا هي شكلها النهائي، وإذا تبقية متماسك أكتر، خلوها أربع ساعات في التلاجة نحن ممكن نعمل إلو صلصة، بنوضع كريمة 100 جرام أو رونس كوب، وبنوضع ستيفيا بديل السكر، أي نوع متواجد عن كل كمية، والنوع هي اختيارة وهذا هيك، نسكب، هذا أيضا اختيار يعني خلينا ندوك طعمها، بصراحة هي روعة روعة روعة، في أمان الله انتظرونا بصفة جديدة، من لا يشترك بالقناة، إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك، مع السلامة